موسيقى موسيقى أهلا بكم إلى المشهدية وفي مشاهدها تصاعد التوتر بين اليابان وكوريا الشمالية بسبب الصواريخ وواشنطن تلوح بصراع فضائي مع موسكو وبيكين هل تشتعل السماء؟ العلاقات العمانية الإيرانية إلى مزيد من التعزيز كيف سينعكس ذلك أقليميا؟ اكتشاف أكبر ورشتين للتحنيط في مصر؟ ماذا وجد الباحثون؟ وفي اليوم العالمي للامتناع عن التدخين التقليدي هل تعد السجائر الإلكترونية آمنة؟ أم أضرارها الصحية كبيرة؟ موسيقى نذر اشتباك قريب وخطر قد يقع ربما لا يريد ذلك أحد في بحر اليابان وبحر الصين والمحيطات حولهما لكن السياق يقول عكس ذلك وآخر تجلياته تهديد اليابان بتدمير القمر الصناعي الذي أعلنت كوريا الشمالية نيتها إطلاقه قريبا أصدرت وزارة الدفاع وقوات الدفاع الذاتي أمرا للاستعداد لتدمير الصواريخ الباليستية وذلك ردا على سلسلة تحركات الكورية الشمالية تجري الاستعدادات لازمة لنشر وحدات الدفاع الجوي في عدة مناطق في محافظة أوكينوا ولنشر مدمرات من نوع إيجيز تقول توكيو أنه ليس قمرا صناعيا وتجحد همتها العسكرية استعدادا لإطلاق بيونج يونج صاروخا وترسل مدمرة بحرية إلى كوريا الجنوبية الجميع يستعد إذن لأسوأ الاحتمالات في تلك المنطقة في أجواء تبدو أكثر توترا عن السابق بيونج يونج اكتفت بالتبليغ وعادة ما تنفذ ما تبلغ عنه خصوصا فيما يخص عن شطتها العسكرية أو الفضائية وهنا يترقب الجميع والمقصود بهم اللاعبون الكبار ولسيما الصين والولايات المتحدة والأبرز هنا مجاء على لسان نائب مدير الاستراتيجية والخطط والسياسة في قيادة الفضاء الأمريكية من أنه لم يتبقى لواشنطن خيار سوى الاستعداد لصراعا في الفضاء الخارجي بسبب ما وصفه بالعدوان الروسي وطموح الصين في أن تصبح القوى الفضائية المهيمنة بحلول منتصف القر وهو تصريح يعيد إلى الأذهان أيام الحرب الباردة وما أقساها على العالم إن عادت اليوم أمام هذه المشهدية سنترح سؤالين رئيسيين أولا ماذا لو أطلقت فيونج يونج قمرها الصناعي وماذا لو أسقطته اليابان وثانيا هل تستعد القوى العظمى لمعركة ضارية في الفضاء كجزء من فرض الهيمنة على الأرض الحديث أكثر يساعدني أنا الصديفة السيد شاهر الشاهر أستاذ الدراسات الدولية في جامعة سان ياتسين من بكين أهلا وسهلا بك معنا سيد شاهر بداية دعني أبدأ معك مما تريد أن تقوم به كوريا الشمالية وهو أطلاق الصاروخ الذي تقول أنه صناعي إنما اليابان تعتبره صاروخ باليستي وقالت أنها ستسقطه دعنا نبدأ بفعل كوريا الشمالية ورد فعل اليابان نعم مساء الخير تحية لك والسادة المشاهدين ربما أريد أن أعكس السؤال وأنا أقول أن ما تقوم به كوريا الشمالية هو رد فعل ربما رد فعل على الرسائل السلبية التي أرسلتها قمة السبع اليابان والولايات المتحدة والرسائل السلبية التي وجهوها لكوريا الشمالية والصين وموسكو لذلك بدأت كوريا الشمالية الآن بمحاولة الرد هذا الرد ليس له حدود كوريا الشمالية دائما تقوم بهذه التجارب النووية وإطلاق الصواريخ لماذا التصعيد اليوم من قبل اليابان؟ أعتقد أن اليابان جرت إلى الحلبة كما نقول اليابان لديها حماس ربما لدخول هذا التنافس وهذا الصراع الذي يجري في المنطقة الولايات المتحدة ربما لديها رغبة أيضا في أن تلعب دور حرب الوكالة في المنطقة بمعنى استنساخ النموذج الأوكراني في هذه المنطقة لا زالت دول المنطقة حتى الآن ربما تنأى بنفسها وقد كان المؤهل لهذا الدور ربما هو كوريا الجنوبية لكن كوريا الجنوبية حتى الآن استطاعت أن تضبط نفسها فالسؤال هو لماذا اليابان؟ اليابان أيضا لديها حماس اليابان قدمت عقيدة عسكرية جديدة منذ فترة اليابان اليوم تريد أن يكون هناك مكتب لحلف الناتو فيها هم يقولون أن اليابان سوف تكون مدعوة لاجتماع الناتو القادم اليابان اليوم تنضم إلى حلف العيون الخمس المعروف والشهير الذي كان موجود منذ الحرب العالمية الثانية إذن مجموعة من الأسباب هي التي تجعل ربما بيون جانج ترد على هذه التهديدات والرسائل السلبية التي أرسلت من قبل اليابان ومن قبل مجموعة السبب اليابان ذاهبة بهذا التصعيد وهي قامت بهذا أيضا الرد وقالت أنها ستسقط يعني كل هذا إلى ماذا يؤشر استمرار التصعيد أيضا بالمقابل ولماذا الآن كل هذه الأمور والنقاط التي تحدثت عنها لطالما كانت لكن في التوقيت الآن أن يأخذ التصعيد هذا المنح في هذه المنطقة مع أرسال أيضا مدمرة إلى سيول إلى أين ستذهب الأمور؟ أعتقد هو بما يسمى الدبلوماسيا نشطة للولايات المتحدة ومحاولة تأجيج الصراعات في هذه المنطقة هذا الصاروخ ربما أو القمر الصناعي في حال كان قمرا صناعيا طبعا هناك سوابق أيضا من قبل بيونغانج هم قالوا مثلا في العام 96 أنهم سيطلقون قمرا صناعيا وكانت أنهم أطلقوا صاروخ في العام 2008 فنحن لا نعرف حتى الآن هل سيكون قمرا صناعيا أو صاروخ لكن ربما هو بكل الأحوال هو رسالة للولايات المتحدة من هنا أن الولايات المتحدة يجب أن ترد لذلك فعلت توكيو توكيو هي من سيلعب هذا الدور إذن هذا هو المشهد هي مواجهة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية والصين وموسكو طبعا كوريا الشمالية لا يمكن أن تتقبل التهديدات الأمريكية تجاه الصين واتجاه موسكو نحن نعرف أن اليوم هاتين الدولتين تلعبان دور الرئتين ربما نسميها هم الرئتين الحقيقيتين بالنسبة لكوريا الشمالية إذن لماذا هذا الضغط على الصين علينا أن ننتظر قليلا أنا أعتقد أن كوريا الشمالية ستنفذ ما قالته ولكن هل ستقوم توكيو بإسقاط هذا الصاروخ أنا أعتقد هذا لن يحصل وهذا سوف يتم التعويل على الدور الصيني في هذا الموضوع نحن نعرف أن الولايات المتحدة والدول الغربية ليس لها أي تواصل مع كوريا الشمالية وليس هناك أي حل أو أي دولة يمكن أن تلعب هذا الدور سوى بكين فمن هنا علينا أن ننتظر ماذا يراد من هذا الضغط على بكين هل ممكن أن يكون فيه رسائل قبل أن نتحدث عن الوساطة ممكن أن يكون فيه رسائل من نوع آخر قد لا تصل إلى حد إسقاط هذا الصاروخ لكن هي رسالة بمكان ما هو تصعيد أنا أعتقد أنه تصعيد اليابان بدأت تقول نحن موجودين حلفاء الولايات المتحدة موجودين نحن نعرف قمة السبع أيضا كان هدفها هو أن تظهر الولايات المتحدة للعالم أنهم ما زالوا صوتا واحدا في وجه الحرب التي تجري في أوكرانيا بعد التملم الأوروبي وخاصة الفرنسي والألماني بعد زيارة الرئيس الفرنسي إلى بكين فإذن هذا هو المطلوب إظهار هذا التحالف أنه تحالف قوي ومتماسك وأن جميع الدول موجودة في وجه ما يحصل في أوكرانيا علينا أن لا نفصل المشهد ربما لا نستطيع أن نتحدث عن هذه المنطقة منطقة بحر الصين الجنوبي أو منطقة المحيطين الهندي والهادي دون أن نتحدث عن ما يحدث في أوكرانيا أيضا هذه الدول لديها تجربة سلبية نحن نقول لماذا اليوم تسعى كوريا الجنوبية واليابان لكي تتسلح أو يكون لديها سلاح نووي في المحصلة لأنها فقدت الثقة بالولايات المتحدة كدولة تدافع عنها نحن نعرف أن كوريا الجنوبية كانت موجودة تحت المظلة الأمريكية النووية لكن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي خرجت الولايات المتحدة سحبت أسلحتها النووية من كوريا الجنوبية واليوم هناك أصوات مرتفعة في كوريا الجنوبية تنادي بامتلاك السلاح النووي أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الآن لديها رغبة معينة بأن تجعل هاتين الدولتين نوويتين لكنها تخشى عدة فعل المجتمع الدولي وخاصة بالنسبة لموضوع إيران وامتلاك إيران للسلاح النووي وموضوع الإدانة التي تريدها أن تحصل في الأمم المتحدة بالنسبة لبرنامج كوريا الشمالية النووي طبعا هذا كله لن يحصل أي إدانة بالنسبة لموضوع كوريا الشمالية لأن هناك الفيتو الصيني والروسي هو الذي يحمي كوريا الشمالية ويحمي توجهاتها النووية الصين ماذا ستفعل؟ حدثتني عن ضغط على الصين بالإضافة إلى هذا الضغط الذي تحدثنا عنه أيضا فيه عنه أوكوس كل هذا كيف سيجعل الصين تتحرك؟ إذا ما ربطناها بالأمور التي تحدثت عنها والملف النووي ونعرف فيه الآن جهود تقام لإعادة إحياء هذا الملف النووي الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية طبعا الصين هي الهدف هي الهدف الحقيقي من كل ما يحصل هو إشعال المنطقة المحيطة بالصين هم يحاولون جر الصين كانوا إلى المعركة ربما في تايوان إذا لم يستطيعوا فعل ذلك الولايات المتحدة تبحث عن أي دولة من دول منطقة المحيطين الهندي والهادي طبعا هذه هي 24 دولة ولكنها دول هامة جدا بعض الدول مثل الهند لا زالت تنأى بنفسها عما يحصل فالولايات المتحدة تبحث عن أي دولة تجد لديها هذه القابلية أعتقد اليابان لديهم هذه القابلية لديهم رغبة شعبية ورغبة قيادية لدى اليابان بأن يكون لليابان دور في الساحة الدولية اليابان طبعا تاريخها هو تاريخ استعماري تختلف عن الدول الآسيوية الموجودة كان لها تاريخ استعماري وربما ما زالت تطمح للعب هذا الدور طبعا العقيدة الاستراتيجية اليابانية الجديدة عرضت موضوع رصد موازنات تصل إلى حوالي 320 مليار دولار هذا طبعا كله سيحسن من الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة لأن أمريكا هي من سيقوم ببيع هذه الأسلحة لليابان في حال أرادت شراء هذه الأسلحة كما علينا أن لا نخفل الجانب الانتخابي نحن هذا العام هو عام انتخابي في الولايات المتحدة وعادة كل رئيس يحتاج إلى أن يكون لديه شعبية بأنه مثلا هو يتخذ مواقف حازمة تجاه الصين واتجاه روسيا واتجاه كوريا الشمالية فأيضا هذا البعد موجود وخاصة في ظل الفشل الاقتصادي الموجود في الولايات المتحدة وفي ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعيشها الولايات المتحدة فبايدن الآن هو يبحث عن أي شيء لإقناع الناخب الأمريكي أيضا هذا البعد يجب أن لا نخفله بالأنشطة العسكرية وأيضا الفضائية يعني كما ذكرنا هنا يترقب الجميع اللاعبون الكبار لسيما الصين والولايات المتحدة الأمريكية والأبرز ما جاء على لسان نائم مدير الاستراتيجية والخطط السياسية في قيادة الفضاء الأمريكية من أنه لم يتبقى لواشنطن خيار سوى الاستعداد لصراع في الفضاء الخارجي بسبب ما وصفه بالعدوان الروسي وطموح الصين ماذا يعني لم يتبقى لواشنطن أي خيار سوى الاستعداد لصراع في الفضاء الخارجي هو الكلام مستغرب يعني يعطي انطباع وكأن الولايات المتحدة أصبحت هي الحلقة الأضعف في هذا السباق في سباق التسلح في الفضاء الخارجي طبعا هي الدولة الأعرق وهي الدولة التي لها أكثر عدد من الأقمار الصناعية وأكثر عدد من رواد الفضاء ولكن اليوم الصين تتقدم بقوة في هذا المجال الصين لديها فرصة كبيرة لماذا؟ لأن الصين تشرك الشركات الخاصة في هذا المجال الصين تسمح للشركات الخاصة بدخول هذه المنافسة أو المشاركة في البرنامج النووي الفضائية أو إجراء التجارب الفضائية من هنا أعتقد أن الصين تحقق قفزات كبيرة هناك فرصة مهيئة لبكينان أعتقد قبل منتصف هذا العقد القرن كما يقولون وخاصة بعد خروج المحطة الروسية مير من العمل وبعد التقديرات أو بعد القرار بأن تخرج المحطة الفضائية الدولية في العام 2031 فليس هناك إلا الصين لديها محطة مكتملة وهي جاهزة فهي ستلعب دور كبير في هذا المجال ابقى معنا سيد شاهر الشاهر التصريحات الأمريكية تذكرون بحقبة أو بحقبة صراعية مع الاتحاد السوفيتي أطلقها الرئيس السابق رونالد ريغان تتعدد التأويلات حول خلاصات هذه الحقبة لكن ميدانها لم يكن الأرض والجو فحسب بل تركز في الفضاء في أدار مارس عام 83 من القرن الماضي أطلق الرئيس الأمريكي رونالد ريغان ما سمية حرب النجوم على الاتحاد السوفيتي وهي التسمية الشائعة لمبادرة الدفاع الاستراتيجي الأمريكية بهدف السيطرة على صواريخ النووية والباليستية السوفيتية وتدميرها في الجو وعبر ريغان عن ذلك بقوله أن مبادرة الدفاع الاستراتيجي ستحمي الأراضي الأمريكية من أي تهديد نووي تتضارب الروايات حول حجم الأموال التي رصدتها واشنطن لهذا المشروع تقول للمصادر الأمريكية أنه تم رصده 26 مليار دولار بينما تقول المصادر الروسية أن واشنطن أنفقت 100 مليار دولار مشروع لم تلبث واشنطن أن أطلقته حتى شاركها في حلفاؤها الغربيون وإسرائيل الرد السوفيتي جاء سريعا مجموعة من العلماء بقيادة نائب رئيس أكاديمية العلوم السوفيتية يفغيني فيليخوف صممت منظومة اليد المميتة لتقوية كل ما يتعلق بمنظومة إطلاق الصواريخ النووية والباليستية الروسية إلى درجة القدرة على قصف بهذه الصواريخ حتى لو دمر العدو القيادة العليا للبلاد والاتصالات والقيادة العسكرية كلها استمرت حرب النجوم عشر سنوات عشر سنوات من دون فعالية بالمعنى التعطيلي لكنها استنزفت موسكو اقتصاديا يقم من التنافس العسكري حيث يمكن رصده أكثر من خمسة عشر برنامج دفاع الصاروخي أمريكي منذ أربعينيات القرن الماضي وأكثر من اثنائي عشر برنامجا سوفيتيا منذ الخمسينيات أعود إليك سيد شاهر الشاهر للتعليق على هذا العرض وبماذا ستختلف الأمور بهذه الحرب وهل ذكرتك بما كان بهذه الحرب يعني تحديدا إن كان ظروفا أو أي أمور أخرى وبماذا اختلفت أو تختلف أو ستختلف هو أعتقد أن حرب النجوم كان الهدف منه استنزاف الاتحاد السوفيتي اقتصاديا بعد أن كان الاتحاد السوفيتي يخوض حربا في أفغانستان وتتم التركيز على إضعافه اقتصاديا لكن الصين اليوم أنا أعتقد أن تجربة إسقاط الاتحاد السوفيتي حاضرة جدا في ذهن الصينيون لذلك هم يركزون على الاقتصاد وتجدينهم دائما يبحثون عن قوة الاقتصاد ويعتبرون الاقتصاد هو قاطرة السياسة وهو المؤشر على قوة الدولة وفاعليتها في المجتمع الدولي فجر الصين أو جر دولة أخرى ربما الآن روسيا هي منشغلة في الحرب التي تخوضها لكن بكين هي لن تنجر لأي تجربة أو لأي برنامج قد يعطل نهاتها الاقتصادية وبرنامجها المرسوم لكي تصبح الاقتصاد الأول على مستوى العالم من ممكن أن ينجروا كيف سيكون شكل هذه الحرب مع كل ما جرى من تطورات وتقدم لناحية هذه الدول التي لاعب بهذه الحرب أعتقد الدول الصغيرة هي التي يمكن أن تنجر مثل اليابان أو كوريا الجنوبية أو تايوان أو أي دولة أخرى هذه الدول التي لا يكون لها موقف حقيقي هي تكون أداة بيد الدول الكبرى هذه الدول هي التي يمكن أن تنجر لكن كان لنا تجربة نحن بكين عندما بدأت الحرب في أوكرانيا بكين لم تنجر وحتى لم تنصع لموقف بأنها هي مع الحرب أو هي ضد الحرب كان لها موقف مختلف بأنها هي مع وضد بنفس الوقت بمعنى أنها تريد أن تقول نحن دولة كبيرة لنا موقفنا روسيا روسيا الآن لديها موضوع آخر روسيا تأخذ حرب معينة أصبح صراعها صراع وجودي لا يمكن أن تتراجع في هذا الموضوع وروسيا اليوم هي بغنى عن البرنامج الفضائي لكنها قالت أنها ستترك محطة الفضاء الدولية بالعام 2024 لإنشاء محطة الخاصة سهل هذا الموضوع أيضا في ظل هذه التحديات وهذه الخطوة ماذا تعني يعني أعتقد أن روسيا والصين وربما كوريا الشمالية سيجدون نفسهم مضطرين إلى التحالف هذه السياسات الأمريكية الفاشلة وهذا الضغط الكبير نحن نعرف أنه عندما جاء الرئيس ترامب وعندما جاء الرئيس بايدن كانت أولى أهدافه أن يكون هناك عزل روسيا عن الصين لكن ما هي النتائج ما الذي يحصل هناك دفع الدولتين لأن يتقاربان مع بعضهما وأن يمضيانا في تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية التي قد تصل إلى حد التحالف العسكري ربما وحد التحالف المفتوح بين هاتين الدولتين إذن السياسة الأمريكية فاشلة في التعاطي مع هاتين الدولتين لأنها لا تقدم أي إغراء هي تحاول الضغط على بكين دون أن تقدم أي إغراء وهنا أذكر عندما أراد الرئيس نيكسون ووزير خارجيته هنريكي سينجر عندما أرادوا في سبعينيات القرن الماضي عزل بكين عن الاتحاد السوفيتي ماذا فعلوا؟ هم قدموا إغراءات هم نقلوا مقعد تايوان في الأمم المتحدة وعطوه لبكين فليست سياسة الضغط وحدها مع الاختلاف طبعا أن الصين اليوم هي أقوى مما كانت في ذلك الوقت والولايات المتحدة أضعف مما كانت عليه في ذلك الوقت أيضا من هنا أعتقد أن هذه السياسة فاشلة سياسة الإملاءات يجب أن تتغير ربما لو بحثوا عن صفقات سياسية ربما يجدون أذن صاغية في بعض الأحيان إذا ما اعتبرنا أن الأطراف داخلة كلها بما قد نسمي حرب النجوم اليوم كل طرف ماذا ستكون أهدافه؟ يعني رونالد ريغان تحدث بوقتها بأهداف معينة الآن أين ستكون الأهداف؟ بأي سياقات؟ المعلومة تقدم السيطرة على الأرض أين؟ أعتقد هو مجموعة من الأمور الهاجس الأول بالنسبة لأكثر الدول هو هاجس الأمن القومي أن لا يكون هناك تهديد لأمنها القومي من خلال سيطرة الدولة على الفضاء لكن يبقى العامل الاقتصادي هو أساسي أيضا فاليوم ليس فقط الصراع على الفضاء هناك سراء على منطقة القطب المتجمد الشمالي أو الجنوبي فهناك سعي من قبل هذه الدول للسيطرة على كل ما هو موجود في العالم مثلا الصين لا تطل على منطقة القطب الشمالي لكنها تعتقد أنها لها نصيب أو حصة في هذه المنطقة فهناك مجموعة من الأهداف سيكون بالنسبة للبرنامج الفضائي أهمها الأمن القومي ثم سوف يكون هناك السبق في مجال التكنولوجيا نحن نعرف أن اليوم الصراع حول تقنية الفايف جي أو انترنت الأشياء لأن هذا هو سيكون هو اقتصاد المستقبل هم يتحدثون عن مئة مليار مئة مليار مشترك في الفايف جي لو تحقق ماذا يعني مئة مليار؟ البشرية هي ستة أو سبعة مليار إذن انترنت الأشياء كل شيء في العالم سوف يتحرك من خلال هذه التقنية فمن هنا هو الصراع صراع تقني صراع اقتصادي هذا كله لا يمكن فصله طبعا عن هواجس الأمن القومي للدول برأيك من سيكون جاهز له ومن ليس جاهز؟ هناك مؤشرات ربما من يحسب ومن يعرف أين سيكون هناك دول تضع خطط دقيقة وتقول لك أنا في العام القادم أين سأكون وبعد خمس سنوات أين سأكون وهناك دول تضع كما نقول رؤى رغبوية أو استراتيجيات رغبوية لا تستطيع تحقيقها ربما الجميع يجمع بأن بكين هي أكثر الدول التي لا زالت تحسب هذه الأمور بخطوات ثابتة ودائما هم يقولون أن تحسبها لعدم القدرة على خوضها؟ عفوا لم أسمع تقول تحسبها لأنها لا يوجد قدرة على خوضها؟ لا تحسبها بمعنى أنها يجب أن تقول أنني قادرة على تنفيذ هذه الخطة عندما يتم صياغة خطط في الصين هي تستغرق وقتا طويلا صياغة هذه الخطط وتحتاج إلى فرق كبيرة لكن عندما توضع الخطة يجب أن يكون هناك تنفيذ دقيق لها بمعنى أين يجب أن نكون هم الآن عندما يقولون في العام 2027 يجب أن يكون الجيش الصيني قادر على خوض الحروب الخارجية هذا يجب أن يكون شيء مطلق لذلك علينا أن نثق بأن الصين اليوم لا يريدون الدخول في أي حرب وهم لن يستخدمون القوة العسكرية بموضوع تايوان لكن بعد العام 2027 سيختلف الكلام لأنهم يضعون هذه الخطة ويمكن إسقاط هذا الموضوع على موضوع بناء الدولة هم يضعون موضوع بناء الدولة في الذكرى المئوية لتأسي الجمهورية في العام 2049 يقولون سيكتمل بناء الدولة في العام 2049 إذن هم لا يضعون خطط قصيرة ونحن نتذكر ماوت سيتونغ عندما سألوه عن تايوان ومتى ستعود تايوان هو قال ستعود وربما يحتاج ذلك إلى 100 عام إذن هم ليسوا في عجلة من أمرهم هم ليسوا تفاؤليين كثيرا لكن يكون لديهم خطط دقيقة ويستطيعون تنفيذها كل الشكر لك سيد شاهر الشهر أستاذ دراسات الدولية في جامعة سامياتسين كنت معنا من بكين في المشهد الثقافي نذهب إلى مصر حيث أعلنت وزارة السياحة والأثار اكتشاف أكبر وأكمل ورشتين للتحنيط في منطقة أثار سقارة بالإضافة إلى مقبرتين وعدد من اللقى الأثرية الحجرية والخشبية اكتشاف من شأنه أن يعزز المعرفة حول أسرار التحنيط وحول تقس أساسي من حقبة هي الأساس في الهوية التاريخية المصرية نشاهد هذا التقرير ثم نعود إلى النقاش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والحديث أكثر ينضم إلينا من القاهرة خبير الأثار وعضو اتحاد الأثاريين المصريين السيد علي أبو تشيش سيد علي أهلا وسهلا بك معنا أبدأ معك من هذين الاكتشافين بداية ما هذا حقيقة الذي يكتشف إن كان قيمة أم على أكثر من صعيد أهلا بحضرتك وأهلا بالسيدة المشاهدين زي ما حضرتك عارفة أن دايما مصر بتزهل وبتبهر العالم أجمع بالاكتشافات الأثارية لأنه إحنا الدولة الوحيدة اللي بتحفر بتطلع عصار وبتطلع تاريخ اكتشاف سقارة كان مهم جدا منذ الأمس القريب بأنهم طلعنا ورشتين للطحنيت زي ما حالك عارفة الطحنيت هو السر بيحير أذهان العالم أجمع أنه إحنا نطلع ورش للطحنيت الأدمي وورش للطحنيت الحيواني في سقارة دا مهم جدا لأنه إحنا من فترة اكتشافنا جبانة البوباستيون اللي هي جبانة الحيوانات فرقينا أنه إحنا كمية الحيوانات المحنطة دي لازم نلاقي ورشة بدأت البعثة تشتغل لحد ما لقيت ورشة للطحنيت الحيواني ثم ورشة للطحنيت الأدمي لقينا الأواني الكنوبية اللي كانوا بيحطوا فيها الأحشاء والرئتين والكبد والمعدة لا إمستي ودوامة إف وقبح سنو إف وحعبي كل الحاجات دي لقيناها جوا ورشة الطحنيت فده بيسهل على الباحثين وطريقة وخطوة للطحنيت زي ما لقينا مجبرتين مهمين جدا ولقينا لقب مهم جدا المشرف القانوني على شق الطرع والقنوات زي ما حالك عارفة أن مصر حضارة زراعية المجبرة بتاعة نيح سو با كان كاهن الإله حورث وكبير عشرة الجنوب لأنه مجبرة تانية الشخص اسمه من خبر من الدولة الحديثة فإحنا عندنا مجبرة دولة حديثة ومجبرة دولة قديمة فالتنوع ده بتلاقيه في سقارة لأن سقارة جاية من كلمة الإله سكر إله الجبانة فالتنوع ده موجود في سقارة لأن فيها من عصور ما قبل التاريخ هذا العصر الإسلامي فإحنا عندنا تنوع كبير الحفائر أصفرت على شغلين من شهر التسعة اللي فات أصفرت أننا لقينا تماثيل من الحجر الجير الملون وتمثال جميل من الألبسطر مكتوب عليه أربع خراطيش لشخص اسمه من خبر فالتنوع اللي حصل مبارح والاكتشافات دي كل سطر بيديه في كتب في تاريخ مصر وزي ما حضرك عارفة أن الحفائر دلوقتي النتائج بتاعتها بتطلع بتروح للمتاحف زي المتحف المصر الكبير والمتحف القامل للحضارة المصرية هذا فيما يتعلق بالاكتشافات على الصعيد التاريخي ماذا يمكن أن يستفاد من خلال هذه المعرفة أكثر إن كان عن التحنيط أم عن هذا التاريخ يعني ترجمة هذه الاكتشافات أو انعكاساتها أين ممكن أن نراها السؤال مهم جدا بحقي حضرتك عليه الاكتشاف إحنا كان دايما عندنا خلفية عن التحنيط من خلال البرضيات حضرتك لأول مرة لقينا المكان اللي كانوا بيحنطوا فيه لقينا السرير اللي كانوا بيحنطوا عليه لقينا المزراب اللي كان بيبقى موجود في السرير المايل لقينا الورشة نفسها فده إدانا معلومة جديدة عن مكان التحنيط المكان نفسه مش من الكتب ولا من البرضيات فالكشف ده مهم جدا ليه الباحثين وليه اللي بيبحثوا في التاريخ المصري القديم في الأسرار المصرية زائد إن هو ترويج علامي للسياحة المصرية كان مبارح موجود حوالي 150 قناع عالمية بتنقل الكشف ده العصار هي القوة النعمة للمصر فإحنا بنصدر السلعة الثقافية للمصر لكن اكتشاف أسرار جديدة من التحنيط بعد الاكتشاف اللي طلعه الدكتور رمضان البادر رحمة الله عليه إذا كان اكتشف برضو ورشة تحنيط لكن الورشة دي الدكتور مصطفى وزير وصفها اللي هي الأكبر إن هي ورشة تحنيط أدامي ورشة تحنيط حيواني فيه شيء بهذه الاكتشافات غير مكتشف بأيامنا الحالية ممكن أن يتم الاستفادة منه أم نحن نكتشف اليوم بهذه العصور القديمة نكتشف معجزة هذا الأمر بهذه العصور زي ما حضرك بتقولي هو الشيء المميز إن التحنيط ده هو اللي أدى إلى تفوق المصر القديم في علم الطب عشان يفتح الجثة فبدأ يشوف كل اللي جواها فالتحنيط كان مهم جدا 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 لأن كل ما نحن ندور في التحنيط بنتطلع أمراض جديدة المصر القديم عرفها بنتطلع من خلال البرضيات المكتوبة العلاج بتاعها المصر القديم عمل عمليات كبيرة جدا عمل بتر عمل طرف صناعي عمل عمليات في كل الجسم البشري فالتحنيط هو اللي ادى له الإبصار بقوة إن يقدر يدخل جوه الجسد البشري ويشتغل عليه بطريقة أو بأخرى فإحنا من خلال التحنيط الكشف ده لسه ما انتهاش فيه أبحاث علمية شغالة عليها الباحثين وكل خبراء الأثار وإن شاء الله في الأيام القليلة القادمة هيدونا تفاصيل لأن احنا مبارح أول مرة بنلاقي ملح النترون في جرة بنلاقي مميوات حيوانية محطوطة في الورشة بنلاقي الراتينج المادة السودة فيه إجابة بهذه الاكتشافات فيه إجابة بهذه الاكتشافات سيد علي كيف يعني وصلوا إلى كل هذه الطرق فيه إجابات يعني دائما السؤال كيف هو السؤال حلو مهم جدا بس هو ده لعاصمة بتاعة المصر القديم لحتى الآن ملقناش المصر القديم كاتب برضية بيقول أنا حمط إزاي ملقناش كاتب بيقول أنا بنيت الهرم إزاي فهل ده بيقول إن أنا عملت الحضارة العظيمة دي ومحدش يقدر يعمل حاجة زي إحنا لحد دلوقتي ملقناش برضية بتقول هو إزاي حنط ملقناش الخطوات لكن عندنا الأدوات عندنا المشارط عندنا الطرق بتاعته بيجفف الجسة بيحط الملح للنترون بيحطها 40 يوم بيفتح الجسد من جوه بيطلع المخ بيطلع الأحشاء ولكن الطريقة بإزاي هو كان بيحنط حتى الآن ولذلك إحنا ما حنطناش ولو حنطنا هل الجسد ستستمر 3,400 سنة أو 5,000 سنة زي الفرعنة ده اللي إحنا وقفين عنده حد دلوقتي كل شكر لك سيد علي أبو تشيش الخبير في الأثار وعضو اتحاد الأثريين المصريين كنت معنا مباشرة من القاهرة مشهد اليوم من سلوفينيا حيث نتعرف إلى خيولها الجميلة هنا إحدى قراها الصغيرة تحتفل بخيولها الملكية الشهيرة واليوم تحتفل مع سبع دول أخرى بضم تراثها المشترك في تربية خيول لبيزان إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو قرية لبيكا سلوفينيا الصغيرة تعد مهدى واحدة من أكثر سلالات الخيول تميزا في العالم في كانون الأول ديسمبر عام 2022 تقول صاحبة مزرعة خيول تزور المعرض إنها حيوانات استثنائية ودربت بطريقة خاصة أما ومستوى مهارة الفرسان فلا تصدق وتعرف سلالة لبيزا ذات لون الأبيض الثلجي بأنها أفضل الجياد للترويد ولركوب يشبه الطيران وقد طورتها إمبراطورية هامبسبورغ في القرن السادس عشر في قرية ليبيكا الصغيرة ترجمة نانسي قنقر زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق لإيران تتجاوز في أبعادها مسألة العلاقات الثنائية المستقرة بين البلدين منذ عقود ولعل هذا الاستقرار هو السبب الأساسي في بناء الثقة المتبادلة توجه الأزمات الأقليمية والتعامل معها ومن تجليات هذه الثقة ما اتفق عليه الرئيس الإيراني وسلطان عمان من تنظيم وثقة تعاون استراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات وتشديدهما على ضرورة تفعيل الاتفاقيات القائمة فضلا عن التعاون للتوصل إلى اتفاقيات جديدة بما يخدم المصالح المشتركة فما النتائج المتوقعة على مستوى العلاقات الثنائية والملفات الأقليمية من زيارة سلطان هيثم بن طارق لإيران ولقائه المرشد الإيراني آية الله علي خامن عي للحديث أكثر ينضم إلينا من طهران رئيس تحرير جريدة الوفاق الإيرانية السيد مختار حداد سيد مختار رهنا وسهلا بك معنا بداية لماذا سلطان عمان في طهران ماذا يحمل لها وماذا سمع من إيران بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولمشاهدكم الكرام في الحقيقة هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الممتازة وحتى التي يمكن وصفها فوق الممتازة وأكثر من الممتازة نظرا لما نشهد من اتصالات دائمة وعلاقات مستمرة وهي علاقات تتعزز يوما بعد يوم واللقاءات المستمرة الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين ولكن هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم خاصة لما تم الإعلان عنه قبل هذه الزيارة أولا لهذه الزيارة جانب هو معروف في جانب تعزيز العلاقات السياسية والعلاقات السياسية جيدة جدا علاقات الثقافية موجودة هناك توجد علاقات اجتماعية خاصة علاقات بين شعبين البلدين ولكن كان هناك جانب مهم في هذه الزيارة هو موضوع تعزيز العلاقات الاقتصادية يعني الرئيس رئيسي قال أن هذه العلاقات الاقتصادية تحولت إلى مرحلة الاستثمار وهذا كان واضح من الاتفاقيات يعني خلال هذه الزيارة لم توقع اتفاقيات مثلا ثقافية أو سياسية بل الاتفاقيات ومذكرات التفاوم التي تم التوقيع عنها أو عليها يعني هي كانت اتفاقيات في مجال التعاون في مناطق الحرة والاقتصادية الخاصة الاستثمارات المشتركة التعاون النفطي الدراسات النفطية المشتركة خاصة يعني في الحقول المشتركة والحقول الموجودة في بحر عمان يعني ما بين إيران وسلطنات عمان إلى جانب ذلك هناك يعني رأينا يعني عقدة يعني اجتماع بين كبار رجال أعمال في البلدين ووقعوا كذلك اتفاقيات يعني على هامش هذه الزيارة فلذلك يعني الجانب الاقتصادي فيما يخص العلاقة الثنائية وكان الملف الأكبر أما هناك يعني كانت توجد ملفات وهذا اليوم يعني الجميع كان يتكهن هذه يعني الأمور ولكن اليوم يبدو يعني هذه الأمور كانت حقيقية يعني سلطان عمان حمل الرسالة من مصر وهذا كان واضح يعني من خلال تصريحات سماحة قائد الثورة الإسلامية ونعرف يعني دور سلطان عمان في موضوع يعني الآن وسلطنة عمان في موضوع تقريب وجهات النظر في المفاوضات الجارية من أجل أو الموجودة من أجل حيال اتفاق الناوي والدليل على ذلك يعني رأينا السيد باقري كيني وهو المسؤول عن متابعة هذا الملف كان حاضرا يعني في جميع اللقاءات وفي جميع الاجتماعات ويبدو أن هذا كذلك كان من الملفات المهمة يعني موضوع المباحثات الغير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في هذا الملف وكذلك يعني يبدو أن هناك توجد مبادرة لبدء المفاوضات مجددا وسلطنة عمان لديها دور في هذا المجال ورأينا يعني قبل هذه الزيارة يعني دور سلطنة عمان في موضوع تبادل السجناء أو تبادل يعني الأشخاص الذي يعني كان هناك متابعة بين إيران وبالجيكا طيب في هذه المواضيع تبادل السجناء وموضوع المعتقلين الأمريكيين يعني ممكن كونه أن يكون نقطة بداية لعادة إحياء النووي الملف النووي الإيراني حتى الملف النووي الإيراني فهم أشياء واضحة من هذه الزيارة هذا في العنوين العريضة فهم أشياء واضحة أو في خطة تم وضع أقل حتى لو لم تكن يعني بعد معروفة النقاط نعم يعني أنا ذكرت يعني من أهم هذه الملفات هو كان ملف عودة العلاقات بين إيران ومصر كاملة يعني معروف أن هناك توجد علاقات بين إيران ومصر ولكن هي يعني على مستوى مكاتب رعاية المصالح ويبدو أن هناك الآن توجد رغبة جادة مصرية وسلطان عمان يعني حمل رسالة من الرئيس المصري بأن مصر مستعدة لعودة العلاقات كاملة مع الجمهورية الإسلامية وهذا أمر يعني إيران رحبت بشكل يعني نعرف هذا الترحيب نعرف ترحيب إيران بكل الانفتاح على كل دول المنطقة والجوار وغيرها لكن هذا يعني الموافقة المصرية أو هذه الرسالة المصرية ما الذي كان في تحتك قاعدة إن كان بالتوقيت أم بالتطورات حتى أرسلت هذه الرسالة لإيران عبر سلطان عمان لا يعني التطورات التي شهدناها خاصة في موضوع العلاقات بين إيران والسعودية يعني على أساس ذلك يعني سلطنة عمان ذهبت إلى يعني هذا الملف يعني على فكرة هذا موضوع ممكن لا يعلمه الجميع يعني هناك دول أخرى أو يعني دولة أخرى كانت تتابع هذا الملف ولكن إيران أكدت بأنه ستتابع هذا الملف مع سلطنة عمان يعني لا يمكن ذكر اسم هذه الدولة ولكن إيران أكدت على الدورة العماني في هذا المجال كذلك هناك يعني يوجد موضوع آخر يعني إيران رأت أن عمان ممكن أن تلعب دور أكثر في هذا المجال باعتقادي ورأت يعني أن عمان ممكن أن يكون لها دور أبرز أو تأثير أكثر يعني على مصر في موضوع يعني عودة العلاقات وإيران لديها ثقة يعني في سلطنة عمان لأنه كانت لديها تجربة جيدة يعني في الوساطات التي قامت بها يعني سلطنة عمان يعني هناك صحيح العراق كان لديها دور بارز في موضوع عودة العلاقات بين إيران والسعودية أو الصين أنجزت هذه المهمة ولكن هناك علينا أن ننسى أن هناك كان لسلطنة عمان دور مؤثر جدا وتأثير كبير على السعودية يعني في هذا الملف هناك يوجد ملف آخر هو الإفراج عن الأرصدة الإيرانية هذا كذلك يبدو يعني أن هناك سلطنة عمان أن تلعب دور جات فيه وحملت رسالة يعني في هذا المجال وهناك يعني ما زالت يتم تبادل الرسائل عبر سلطنة عمان في هذا الموضوع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هذا الموضوع من المؤكد سيؤثر على يعني الانفتاح مجدد يعني في موضوع المفاوضات التي الآن شبه مجمدة في موضوع إحياء الاتفاق الناوي وما الذي يصل من الأمريكية؟ كيف يتحرك بكل هذه التطورات؟ وما الذي يصل منه؟ يعني نعم يعني هناك يجب أن نفرق بين السلوك الأمريكي الإعلامي وما يرسلوه من رسائل يعني أنا قبل ذكرت في إحدى برنامج قناتكم بأن الأمريكان يأتوا في الإعلام يقولوا نحن نريد مفاوضات لا نريد التواصل مع إيران ولكن الآن من يرسل الرسائل ويعني يطلب من الوسطى خاصة العمانيين والقطرين يعني معروف هو الجانب الأمريكي يعني يوما ما إذا تم إنجاز هذا الموضوع يعني برأي وزارة الخارجية الإيرانية بإمكانها أن تنشر هذه الرسائل الأمريكية الذي يكذبها الأمريكان ولكن هي رسائل يعني سابقا هناك عندما كان الاتحاد الأوروبي يلعب دور في هذا المجال يعني قبل عامين كنا نتذكر هذه الرسائل شفوية ولكن الآن هذه الرسائل مكتوبة يتم تبادلها وهنا لسلطنة عمان ودولة قطر دور كبير في تبادل هذه الرسائل من السريع هل سنرى تداعيات هذه الزيارة لسلطن عمان قريبا بهذه الملفات التي تحدثت عنها باعتقادي نعم سنرى ذلك قريبا هذا ليس مستبعد بأنه نرى قريبا لقاء بين الرئيس الرئيسي والرئيس السيسي وتطورات بما يتعلق بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشكل غير مباشر وانثراجة في موضوع المفاوضات من أجل حيال اتفاق الناوي كل الشكر لك سيد مختار حداد رئيس تحرير جريدة الوفاق الإيرانية كنت معنا من طهران في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين تبرز الأرقام والأحصاءات عن النتائج الصحية الكارثية لهذه العادة وكذلك تبرز في السنوات الأخيرة النقاشات الطبية شبه المحسومة حول مدار السجائر الإلكترونية والتي يتعامل معها جزء من المدخنين كبديل من التدخين التقليدي ظنا منهم أنها بديل شبه صحي علما أنها ليست كذلك نشاهد هذا التقرير ونعود موسيقى 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 الحديث أكثر ينظم إلينا من لندن الدكتور عبد محسن ترحيني وهو زميل في الكلية الملكية البريطانية للطب أهلا وسهلا بك معنا سيد عبد محسن ترحيني أبدأ معك من هذه السجائر الإلكترونية لماذا يتم الترويج لها وكأنها بديل شبه صحي والبعض ربما يعتقد أنه صحي تماما شكرا أستاذ أولا للأسف نعم هذا الفكرة الشائعة أن السجارة الإلكترونية هي البديل الصحي عن الدخين لكن السجارة الإلكترونية فكرتها أساسا كانت لمساعدة المدمن على التدخين للإقلاع عن التدخين فصارت هي بديل للإدمان على التدخين فهذه المشكلة لاحظتها المجتمعات ببريطانيا وأستراليا هناك حظر تام على بيع السجارة الإلكترونية ببريطانيا هناك حظر على بيعها للقاصرين لأنه ترتبط بالضرار الحي على جسم الإنسان وعلى المجتمع يعني هناك تفاجأت لحصاءات الدولة البريطانية ما بين عام 2021 وعام 2022 تضاعف عدد المستخدمين للسجارة الإلكترونية فهذا التضاعف هناك أزمة حقيقية يوجهها الأطباء مع التعامل مع السجارة الإلكترونية لأنه بمتناول الإنسان العادي يستطيع شرائطه بالسوبر ماركت من دون أي قوانين تحذر ذلك نعم هناك حظر على بيعها لدون سن 18 سنة لكن بيعها للبالغين ويستطيع القاصر أنه يجدها بأي سبيل ممكن باعتبار تباع في السوبر ماركت يعني يستطيع شراءها بأي وسيلة ممكنة وتضر بصحة المحيطين فيه كيف هي للإقلاع عن الإدمان وتم الإدمان عليها؟ ما المخاطر التي تحملها ربما تكون أكثر بعض من التدخين بشكل طبيعي المتعارف عليه؟ هلأ هي السجارة الإلكترونية تحتوي على مادة النيكوتين التي ذكرتها حضرتك مادة النيكوتين هي مادة كثير الإنسان هي التي يضمن عليها حتى المدخن مادة النيكوتين بتخلي النبضات القلب تسرع بتزيد نسبة الأدرينالين بشعر الإنسان بالنشوة هذا الشعور هو اللي بيساعد بسبب الإدمان والسجارة الإلكترونية تحتوي على هذه المادة مادة النيكوتين هلأ هي كمادة بحد ذاتها لا نستطيع أن نقول أنه هي سامي بمثل مثلا سمومية المادة القطران الموجودة بالسجارة لكن أيضا لها أثار صحية كارثية لذكرتها لذكرى التقرير والبحث الطبي لأثبت أنها تؤثر على جهاز المناعة وتؤثر على الجينات حتى تكوين الجينة للوظائف لجسم الإنسان فهذه المادة هي اللي بتسبب الإدمان وهي المشكلة اللي كانت لسبب استخدامها بالسجارة الإلكترونية لأنه تستخدميها تغلي نسبتها بالسجارة الإلكترونية تدريجيا حتى تساعدة المدمن على التدخين انه يقلع عن التدخين لكن للأسف اللي عم يصير أنه صارت بديل عن التدخين صارت هي الإنسان بدل ما يكون مدمن على التدخين صار مدمن على السجارة الإلكترونية يعني لو لم يكن فيه سجائر إلكترونية لما كانت نسبة المدخنين بهذه الأرقام هي ساعدت سهولتها أو ربما عدم وجود رائحة لها مثل السجائر هي ساعدت على أن تكون الأرقام كارثية صحيح عند القاصلين تحديدا ساعدت مثلا ببريطانيا كان فيه نجاح كبير لمشروع الدولة البريطانية بتقليل عدد نسبة المدخنين بالمجتمع من خلال القوانين من خلال الضرائب استطاعت الدولة حتى من خلال المشروع السجارة الإلكترونية استطاعت الدولة البريطانية أنه تخفض نسبة عدد المدخنين لكن عام يصير أنه صرنا مثل مشكلة اللي برس فيها التدخين الدعاية للسجارة الإلكترونية تشجيع المراهقين على استخدام السجارة الإلكترونية يعني صار فيه مافيات أيضا وكارتلات وراء هذا الموضوع ماذا تماما اتبغوا غيره؟ كان التاريخ يعود نفسه بالنسبة 100% بالتعامل مع التدخين في بدايته تم الترويج لإله أنه شيء كول وشيء يعني الإنسان منه يدخن شيء بيساعدك فنفس الشيء هلأ عم يتم الترويج للسجارة الإلكترونية بنفس الطريقة أدي هي تجارة يعني يتم الربح منها؟ لا ما عندي أرقام دقيقة لكن هي تجارة بالمليارات طبعا ما الذي يجب أن يعرفوا مدخن السجارة الإلكترونية يعني لا يقال له أو غير معلوم أو لا يتم البوح فيه؟ هلأ بالنسبة نحن كالتدخين بشكل أساسي هو نحن نعرف أن التدخين هو ضار تماما لجسم الإنسان مسبب وأول للسرطان هذا الكل يعرفه والكل مستمر بالتدخين لكن ما الذي يجب أن يعرفه فعلا ويقف عنده؟ ربما يعني مؤثر بشكل كبير عن حياته 100% بالنسبة للسجارة الإلكترونية هي فقط ممكن نحن هناك تبرير لاستخدامها عند المضمن على التدخين ويريد أن يقلع عن التدخين فيستخدم السجارة الإلكترونية لمساعدته على الإطلاع لأنه هي ضرارة يعتبر أقل من ضرار التدخين نسبيا لكن أنه يبتدئ الإنسان بالسجارة الإلكترونية كبديل عن التدخين لأنه بديل صحي فهذا طبعا أمر غير مرغوب فيه ومدر تماما على صحته وهناك أدلة طبية صارت واضحة للجميع ومنا هذا البحث لأشرته إليه وحضرتكم بأول البرنامج واليوم نحن الأربعة منظمة الصحة العالمية أعلنته يوم عالمي للامتناع عن التدخين وضمن هذا الإطار هو استخدام السجارة الإلكترونية لأنه بالنهاية مادة النوكوتين هي تستخلص من التبغ والتبغ هو مضر لصحة الإنسان ولصحة الأرض فالشعار المنظمة للصحة العالمية هذا العام هو اللي نزرع الغذاء لا التبغ فمن هون نشوف ندعي أن الدولة اللبنانية تنتفت لهذا الموضوع وتساعد المزارعين قصة في جنوب لبنان تحول من زراعة التبغ إلى زراعات أكثر مستدامة شكرا جزيلا لك السيد عبد المحسن ترحيني الزميل في الكلية الملكية البريطانية للطب كنت معنا من لندن مشاهدين بهذا تكون اكتملة المشهدية لهذه الليلة نلتقي غدا بنفس التوقيت إلى اللقاء اشتركوا في القناة